السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. لو دي اول مرة برجاءة ضغط على زر اشتراك وتفعل الجرس لسركم كل جيد. اه النهاردة بازن الله هيبتدي معاكم. باول حاجة وصول رصيد او عملة استي جي. كنا مسجلين من فترة قريبة مش بعيدة. تمام وصلنا عشرين قطعة تماما حوالي تمانية او لسبعة دلار ونص. اه قبل التداول على طول تقدر تحولهم للدولار. ولما انت حاب تسحبهم على المنصة. اسحبهم في صورة اه ما تسحبهمش دولار عشان لو سحبتهم دولار هيبقى الضريبة بتاعتك عليه. فهتحولهم عن اول حاجة بيع تداول اه يوز دي تي وبعد كده حول واسحبهم ضريبة بسيطة جدا هي اودكوين. تمام? في برضو خبر تاني معي. بس ده سايبه في التليجرام. الناس اللي بتتابع انا في التليجرام هتلاقي في الاخبار المهمة وجهدة على طول. اه في اردروب كنا مسجدين من فترة عملت اه يوفي اي ريد. تمام? فتحت السحب بدون اداع بدون اي حاجة. كل المطلوب منك ممكن نبص بصة. ها هتطركوا اللينك برضو في القناة عشان ما انساش. تمام برضو اذكرها للناس. خلنا نحطوا واحطو لكم لينك المنصة عشان الناس لو وصلها رصيد. يفتع بس عشان ايه نتذكروا. انت لما تيجي تفتح هتلاقي خلاص بنتها يعني ما عادش يحاول يسجل في بنتها خلاص. هتيجي انت تدوس على اي حاجة فيه من التاسك تحت هجيب لك كلمة السارت هتدوس عليها. تمام? هيطلب منك انت البوس ده لازم اجبار تعمله مع كومنت. وتيجي تحط له بس بتاعك. بعد كده هيطلب منك رقم محفزة ميسر ولا تحطوه المحفزة. اه الرسال خلاص فيه قراء بوقت ايه. امتى بالزبط مش محدد بس خلاص قراء بيوصل لهم مطالبين خلاص فتحوا الساعة. يعني بازن الله خلال الازبوع ده هتلاقي الرصيد وصل لنا. ده كان تاني خبر معنا. هبتدي بقى اول وده مش اعتبر جديد بس اتكلمت عنه كتير. بس العملة انا شايفها من وجهة نظر العملة مهمة. فكل فترة هتلاقي باتكلم عليها تذكيرا للناس. اه مبدأ انت بتسجل في المواقع ده. مواقع عملة اسمها اه ارنو. اه بيديك مقطعة من العملة. في ناس مسعرات ميت دولار. في ناس مسعرات خمسين. حاسب قديمة هنشوف في المستقبل. بس هي كان بازن الله لها مستقبل عملة مهمة. هتسجل فيها. عادي ايميل و باسورد لهم المواطات بتاعنا. بعد كده بتلاقيه اه عاملك في تسقاط. ممكن تخش انت على بنتي تعملها. هتخش هنا كلمة. فيه كزا حاجة تكسب منها. اول حاجة تسجيلك من قطعة. تانية حاجة بتخش على كل يوم. على شايف كلمة دي. هتدوس عليها كده. هتلاقيه كل يوم بنزل لك كارت. لو انت لو كل انت ما بتزود لو انت متباحهم مسقطتش يوم بيتلاقي رصد بيتا زايد معك. بس انا بصراحة بسقط ايام. هنشوف كده النهاردة هيديني يديني يديني النهاردة خمس قطعة برضو. تمام? وادوز عليها قليل. تمام? خلص دي كده ده ارجع على تشبورد. فيه بقى بتاعه ممكن يسمي هنا مسلا بيطلب منك تسقاط بتعمله هنا هتعمله على الصفحة بتاعتهم ايه. والفي بالتحديد لان ما فيش بتحديده. هو بس اول حاجة ده الصفحة هتعملها ومع لايك وراتويت مع تيجي تحط بتاعتك هنا والسابنت. هتعمل له انضمام بتحط بتاعك او بتاع ايان كان. هتعمل له هنا وتعمل اول بتاع ريدت. اه بالنسبة للميدا هتعمل له تعمل وفي هتحط الهاشتاج ده. تمام? وتحط بتاعك بتاع ميدا. اه بيديك رصيد زيادة لو عملت فيديو. اه بس يبقى الفيديو مختص بالعملة بس يعني بتجي تتكلم بتعملش فيديو كزا حاجة انا بتكلم لا هو على حاجة واحدة. الفيديو بتدي معك بونس من عشر قطعة لغاية خمسين الف قطعة. من العملة. تمام? وفي ارتكال في كزا حاجة. اه ده كده باقتصار العملة مهمة وده البيع بتاعها اللي حبيب اطلع عليهم ويشوفوا الاسعار بيبيعوا بكام. هو بيبيع حاليا التامن تلاف بقول لك هو عملت تخفيض او سيل عليها. اه بتماشة. مليون ساتوش يده اخد ثمان تلاف قطعة وكزا. ده سعر اللي بيح حاليا. اه العملة لما تنزل تداولة سعرها هضا ضاعف اكتر من كيب كتير. فالناس ما بقول لاش تشتري. بس سجل واستفاد من العرض حاليا. عرض مجاني بونس. وبيدي ارباح حلوة. انا الحمد ولله مجمع منها. في معظم الواسطة اللي معي ده من المهام. تمام? هنقول مسلا حوالي الف قطعة من الحالات. وحوالي الف سبعمل القطعة ضلت من المهام بعملها. وامتباحها مع طول فلسكريش وكزا. نخش على تاني معنا. وهو مش جديد قديم برضو. بس ده التحديث بتاعها او مني. نزله النهاردة. اه والعملة وسط يعني الناس اللي سجلوا في مرحلة اولى وتانية او المرحلة اولى ناسف الرصيد بتاعها وصل. يعني لو بصينا فين? ادي رصيد ده المرحلة الاولى وصلناه. اه تلات تلاف وتلات تلاف مئة وقمسين قطعة. بنرجع تاني للناس اللي مسجلش فيه او الناس اللي وردوا اللي مسجلة قبل كده. اه او بمبدالين انت بسجل في الموقع العملة دي اكباري. بتخش بعد كده بتخش عكمة بتفعل وسائق بتاعتك. اه من هنا من فين? طريبا عشان بفعل هنا خلاص. كانت تفعيل وسائق فين? مش موجودة في كوزي. طريبا عشان انا فعلت في خلاص من الظهرة معي. تمام? المهم ما هتسجل وتفعيل وسائق تفعيل وسائق سهل من الصعب هنا. اه نخش نفسه عبارة عن بردو المرحلة التانية نفس القصة والتالتة برضو عمل لها بردو هنشرحه النهار ده مهمة بتاع عملة فيه اسبتة السحب الكتير او في ناس كتير سحبت منه. تخلينا بس في اللي احنا في الاول. الريدرو بيبتدين معنا بالشكل ده. بقول لك انت تاخد الف ومثين قطعة. اهم يعني بسعارهم بطماشر دولار. الوما لسه ما زلش تداول كده كده بس بازن الله هتنزل تداول بسعر كويس. اه بتحلك كبارشة بتاعتك بعد كده المهم كانت تحيل هاد. بقول لك انت تسجل في الموقع ده خلاص احنا عارفينه. هنضم جروب تيكريم اول زاني. فولو على تويتر اول بص لايك. فولو على الفيس. اه سابق رابع اليوتيوب. واول فيديو موجود في القناة بتاعتهم اعمل له شير على اي حاجة. شير على تويتر على الفيس براحتك. تمام? بتسجل في الصفحة دي بالايميل بتاعك بحيس ان انت وصل لك اخبار العملة دي عليها برضو رسيد. بتنضم اه تيجرام لسبونسر. وده على فكرة لسبونسر الراجل داي يعني اطبع من اقوى لسبونسرات في الاردروب بتاعت ما بيحطش الاردروب من الصدق. تمام? الاردروبات بتاعه دايما على طول بتقبها من الاردروبات القوية. اه فده لسبونسر العملة تمام? اه جروب تيجرام بتاعه ده الفلو على تويتر. نجيب على كاليس في تدوس له هتحط الايميل انت مسجل به. تويتر. هتقول له تحط لينك نفس الموضوع يوتيوب ياس وتحط لينك لليوتيوب اول حاجة لينك بروفايل يوتيوب. وبعد كده لينك الشير لاول فيديو انت عملته على خناة بتاعتهم على اليوتيوب. انا هحطيته على تمام? بعد كده هتقول له ايس. بعد كده انضمام بتاعهم لسبونسر ياس. فقول له على تويتر لسبونسر ياس. بعد كده رابط لحلقة بتاعك وبتروج لايه? لعملة بتاعي اه رابط لحلقة بتاعك. مش عالي بعده. بدخص بعملة اسمها تمام? بتاعها كزا. دي معنا بتاع عملة عملة يعني. واعد العملة وهكزا. اه دي التفاصيل مبدئين بتحل الكاباتشة في متصفح خارجي. وبقى يعني الكاباتشة هنا بتقضها كده كوبة بتفتح عملة صفحة بتحل الكاباتشة. طريق هدوز كلمة تشيك هنا. اول حاجة بتعملها بتعمل له فروح على تويتر وتحط اليوزر بتاع تويتر. بس انا اغلطت في رجعت صلاحتها تاني. هنقول لها ابتدي من هنا الاول معنا. اه اول حاجة بتعمل له فروح على تويتر وتحط اليوزر. بعد كده ده بوست مخصوص هتعمل له الله يا كورتويت البوست ده مع خمسة اجمال اصدقاء مع تحط الهاشتاكات دي كلها. كل ده في البوست اللي انت هتعمل. تمام? وتحط اللي انت عملتها. بعد كده نضمام بتجريهم وتحط يوزر التليجرام. بعد كده رقم محفظة ما ايه صاريت العادية. تمام? وتتابع رابط الحال. هوا بيقول لك هيدينها كمس قطع هوا مسعارهم بخمسة ستين دولار. تمام? نخش على اللي بعده. ده من عملية الترون? العملية الترون مضمونة مضمونة مليون في المية. او تنقول مسلا بنسبة تسعة تسعين في المية من اردروبات الترون بتوصل دايما. صدخها فيها ما فيش اي مادر اولى ما بتلاقي اردروب سكام. ممكن اول مشروع ما ينجحش بس بيبعزه. اول حاجة بعد كده بتقول له بتحل الكبرشة بتاعتك. بتنضم الاتنين جروب تليجرام وغفره على تويتر. بقى كيف تحط له الايه رقم محفظ. انت حتى الاسبتات ما فيش ازبتات او مش طالب ازبتات. تمام? حتى انا ما بصينا دوسنا هتتأكد برضو معاكم. ما فيش اي ازبتات. انا ما طلبش مني ازبت ولا تليجرام ولا تويتر بسرعة. هو كل طلبه رقم محفظ مع ايه اه بتاعتي. فاعتبر ما فيش ازبتات والا السحب بتاعه هو هي بعد اوتوماتيك تقريبا مش محدد. بص كده انا عملت انا جربت وازدروه. لا ما جربتش. تمام? هو شكله بيبطيل شوية والاعمة انا هو في تقول لي سنة. فاسبنا من قصة الوزرو ده هتنخش على اللي بعده. بدخلص بعمل على اسمه ايش دي. تمام? هنجي من اوله كده. هيا تماما القطعة خمس ادلار وهيدينا خمس قطعة لنا بخمسة عشرين دولار. اه وعلى كل حالة قطعة. اه ننزل كده. تمام. ننضم الاتنين جروب تجرام. فولو على تويتر او البصد لايك. فولو على تويتر برضو. صفحة تانية او اه او تريبا هي دي هي دي. على معتاق هنا بيقول لك اصدق فولو هنا بتعمل لايك ورتويت. بعد كده بتعمله فولو. بعد كده على الفيس بتعمله فولو. بيقول لك على الاقل يعمل له. لا بيقول لك اعمل اول بوسط لايك وشير مع اتنين تجمل اصدقاء. تمام? وبرضو بالنسبة لتويت هتعمل لايك وتويت مع تلاتة تاج. تمام? بعد كل الاسباب بتاعتنا تقول لضن بنسبة التليجرام تويتر هتحطو لينك بروفايل. الانستجرام لينك بروفايل. بعد كده لينك بروفايل فيز بعد كده رقم محفز ما ايسر والد. تمام ده سريع. نجيل اللي هنقول لكم عليه ده مع عائزة انا بضمنهم اوي يعني. في اثبتات سحب هو ما حاطين الاثبتات سحب كتير جواه. لو دخلت على بتاعتهم الرئيسية هتلاقي اثبتات سحب كتير اوي. اه هو بيقول لك هادينا الف قمسومية قطعة من عملة جي ستي هي عملة موجودة بالفعل في السوق في كون ماركت. كما بيقول لك من السعرها باربعين دولار كمية بتاعته. انا معرفش اذا كان سعرها حاليا ربعين دولار كمية دي هلأ. تمام? وعلى كل احلامتين قطعة. اه هنيجي هنا. هننضم لتلاتة جروب تليجرام. وبعد كده كل يوم بتخش تدوس على كلمة بونس مرة. يعني ده كل يوم بتاخد بونس. اه يعني اعتبر اكتنو زي تعدين كده بتاخد خش كل يوم تدوس على كلمة بونس بيديك رصيد. تمام? يعني اتجربت دوس تبونس مثلا انا عملتنا النهار ده او عملتها. بكرة بقى بقى هعملها. تمام? ده كده كان بده نخش على اللي بعده. اه ننسيت بس او احنا ننسينا نقول اه بتحط رقم محفظة بتاعتك وبس بس في السحب لما ديجي تسحب. تمام? اه حاليا السحب بتالي مش متاح حاليا. تمام? مهم نخش على اللي بعده. ده خاص بعملة اسمها آآ آآ ده اسم العملة. الكمية هما تمنى القطعة كاملة خمسونة دولار بس عنا مش هناخد قطعة كاملة. عنا هناخد بس خمسمائة الف آآ وخمسة مليون ساتوشي بخمسة عشرين دولار. ده هما السعر هما مسعرينها بيه. تمام? بيقول لك ان الارسال هيبقى بخمس اشار اتنين. لسه بات راوة على الارسال. آآ بس نشتغل عليه ونحجز نصبنا من دلوقتي. آآ مبدايا بتحل الكاباتشا. بعد كده بتتعمل له فوق على تويتر تحطوا اليوزر. السابق قراءة على اليوتيوب بتحطوا على الفيس ولينك بروفايل فيس. وباقي هتقول له هافضة نقول آآ تمام? وتحط هنا بقى رقم محفزة لنا حطها محفزة. هم حدد لك محفزة يعني انا شاف ان هما كلهم واحد مش تفرق بس انت حط له امشي وراه. واحط له محفزة ولا هت. ما فيش مشكلة. تمام? في ردروبات تانية معنا معنا اخر واحد او دلتا بروتوكول. ردروب ده هو من عائلة الترون. تمام في ردروبات برضو المنمونة. هو مسعر نقط على واحدة من اي دي تلتا دي. بساوي خمسة. وهي دينا مية. يعني هم حالي ستاشر دولار من عامة اي دلتا او التريكس. آآ والجبيل فيه نو بدي على حالات مبلغ كبير. يعني هم بدي على حالات سبعين قطعة. آآ ببسط قوي كل القصة. تحط محفزتك. بس. ما فيش حاجة هنا. انا ما اعتقد ما كانش فيه بتاع ده. انه او ما فيش ولا انضمام جروب تجيرهم ولا غيره. وبيدي كمية حلوة. انا فيها اربعة هم اسجلوا عن طريق خدت منهم عليهم تلتون مية واجهين. تمامين قطعة تقريبا عن كل حالة. المجموعة الف ايه اه ده هو جميع اللي بقول لي التريكس داعك الف وتسعمل تريكس. تمام? اه ده حاجة ده نيه. بوكاتر تمام وتمانين قطعة. آآ فاردروب لذيذ ولا مهام ولا غيره. كل مطلوب منك رقم محفزتك وبس وخلاص. بس كده اعتبر الدروبات معنا انتهت المهار ده وبتالي ما فيش عملات جده وصلتنا. اخر حاجة انا كنت اقول لكم علي عملة هندي دي اللي وصلتنا فيش حاجتان جديدة غير اللي هو اللي وصلنا على المحفزة اه المنصة دي. تماما اتمنى يا ربكم ان شارح اجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.